بيأكل بقى لنا حلاوة بيأكل لك مأجور وانا عارف اللي زاقك متأمرين متأمرين طب انا عايز اقول لك بقى يا فتك هي اللي قلت يا اول الدوري وانا اول الدوري وجاي النهاردة زد اول الدوري يا فتك زد كسب الداخلية النهاردة زد اللي ماكملش في الدوري الممتاز الثلاثتاشر يوم مين اول الدوري يا ابني سمعني سمعني وقول زد زد اف في سي تسعتاشر نقط جابلك يا فتشيكو نقط او لقى التسعة متش تكسب النهاردة الداخلية بقى اول الدور وبعدين بنامد سبعتاشر وبعدين انبي ستاشر وبعدين سموحها ستاشر والالتاعات خمستاشر والمصر خمستاشر والاهل اربعتاشر فرق ثلاث متشات عن زد اهو وبنامد زي الماتش اللي بقيله لان البرامد زي هايلي من الاهل بماتشين منهم متش معه وقال من زد بماتش الماتش اللي معه مع الاهل يعني كده كده هتبضل سبعتاشر يعني زد الاول اهو يا باتشيكو او هتقول اول تاني او هتقول اول تاني انت عسان قلتان بارع في المؤتمر ولا اول امبارع اك بص زد على طول زيو معرفش الزيو دي كتير الايام دي اهو اهو هتقول اول تاني ومش هنأكل حلاوة مش هتاكل بأقلنا حلاوة انت غلط في الصحفي في زملائنا في الصحفيين ومش هتاكل بأقلنا حلاوة وغير مرغوب فيك في الاعلام مش هتبع عارف يعني كل ادب لكن انت بقيت غير مرغوب فيك في المادي ما تقول ايسا انا بصاحب صحفيين اه بصاحب بتاع سيبك من الفعلاء والحنجلة دي سيبك من الحنجلة ده اللي هيكرمك ويخليك ومش عايز اقولك الخبطة جاي في ضهرك منين عشان ما تتلعش هاني رمزي يقولك ده تصدم انك لو عرفت الخبطة جاي لك منين حتتصدم وحيات ربنا حتتصدم بس انتو عندكش شعر ده انك حقيق اللي هتقع اللي هو السامبوكسة دي مش عام السامبوكسة كده ولا شالها شالها مش عايز اقولك الخبطة جاي منين بتجيلك الخبطات دي منين انما مش هتتحنجل علينا قضي الامر وانا بقولي الزمرة محدش يغطي اخباره عشان يعرف برضو ما اقامه تحترم الصحفيين في لغتك مش تغلت وتطلع التانية وتقول انا باحترم الصحفيين باعمرت ايه لما تاصف زميل محترم عضو انقابل صحفيين تقول مأجور احترم ايه يا باحترام انا لقوله بس بقدر شغلانتي وبقدر مهنتي وعند الاخلاق المهنية كنت ردت عليك بنفس طريقتك واسلوبك بس انا مش اعمل كده بس عايز اقولك انت قفش المدر بجي مع بيرامت قدر اقولك كده ولفظ الفشل ده لفظ طبيعي لانه وص ماشي يا كابتشن اوكي النهاردة الشناوي خلى دماغي دي تلاف كده حمد الشناوي حمد الشناوي بتمرن لا خرج في الدياة 35 في ماتش سيراميكا ايوة طب خرج بيعرج لغاية ما الماتش خلص وحتى بعد الماتش وبهاني زميله كان بيعرج كان بيعمل كده ها وماشي طب الدكتور قال عنده شد في العضلة الخلفية طب احنا في مصادرنا لما سألنا قالك محتاج اسبوع راحة طب النهاردة ازاي في المؤتمر الصعفي لما يتسيل هتلعب يا كدشانا الماتش ولا لأ قالك القرار فيه تكولر قال لأ يعني سيادتك جاهز امتى وفين وازاي تبتمرن من ورانا يا هرم وفيش حد مصاب بيطلع في المؤتمر الصعفي اللي قبل الماتش قال لأ يعني شينه بكر اللي يقف يعني مش بكتبها لك يا مصطفى مش بكتبها لك يا مصطفى واضح كده ان الشناوي اللي يقف معينه ما تمرنش لغاية النهاردة يعني حتى النهاردة ما تمرنش لكن يمكن بيكتافي في الجام بيكتافي في التميرات ما عرفش بس هو حتى يعني انما واضح من المؤتمر وكلام الشناوي بقولك القرار في ايدي الكوتش وكوتش ان كان عليه عايز اللعب الشناوي ما ده الحياة لغاية ما يسيب الاهل في يوم من الايام شكرا